بهذا الاسم الذهبي المحفور في ثناياه خط المسند الممتد من عمق الحضارات القديمة كان ميلاد بلقيس القناة التي حملت شعار صوت اليمنيين ما ان اقتربت الذكرى الثانية لانطلاق البث الرسمي لها حتى شهد الاعلام اليمني ومواقع التواصل الاجتماعي موجة احتفاء واهتمام ملحوظين بالقناة وان توزعت بين الاشادة والنقد والتحليل الا انها تظل رصيدا مثمرا ورجع الصدى لصوت بلقيس لدى المشاهد فهل كانت قناة بلقيس عند مستوى النخب والجماهير؟ تأتي الاجابة على هيئة جملة من قضايا الشعب التي تناولتها بلقيس والتي تحدث عنها الناس من خارج القناة من متابعين وجماهير وفي مقدمها حقوق الانسان اليمني وذاكرته وهويته فالقناة التي جاءت امتدادا لصوت ثورة الشباب السلمية وتزامن انطلاقها لذكرى اليمة ومرحلة مفصلية من مراحل الثورة وتخليدا لها اصبحت نافذة مهمة للإعلام ورئة لحرية التعبير التي شهدت فيها البلاد حربا ضروسا على الحريات والحقوق منذ الانقلاب والاجتياح فتوقيت انطلاق القناة جاء بشكل متسارع بعد ان جرفت الميليشيات الانقلابية المؤسسات الاعلامية وصادرتها وطالتها يد الانتهاكات التي لم تسلم منها قناة بلقيس ذاتها فدمر مكتبها بصنعاء ونهبت محتوياته ومورست اشد صنوف التنكيل بحق طاقمها ومراسليها لكن القصة لم تكتمل بعد فهناك من يضع بالقيس امام رهان اعلام المستقبل فقد ارتفعت الاصوات مطالبة للقناة بالتوسع بحجم خارطة البلاد وانتاج برامج وثائقية لحفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق اللحظة الراهنة باحداثها الاليمة بالاضافة الى تخصيص مساحة اكبر ليمنيي الخارج والمغترب وهمومه واماله سواء في الخليج العربي او في القارة الاوروبية وامريكا خطوة ثالثة تخطوها بالقيس في خطابها القريب من الانسان رغم الظروف الاستثنائية والمخاطر الكبيرة لترصد تضحيات اليمنيين الكبيرة في طريق نضالهم لاستعادة دولتهم من قبل قوات الجيش الوطني واتبايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر